من الكواليس الحلوة جداً كمان أكرم توفيق كلم اللاعبين وخصوصاً عمر جابر وعمر عبد الواحد وقاعد يشجعهم وكمان يتكلم مع شناو السلاء ودعم كل المنتخب قبل المطش السنغال إن شاء الله طيب نروح لأخبار النادي الأهلي وتووي النادي الأهلي أحمد أبو عبلا تسلم تقرير فيه كل تفاصيل عملية محمد عبد المنم وكس الأنف وهيارضها على موسيماني مع تحديد عشان أو عشان يحدد مدد غيابه مع الفريق النادي الأهلي النهاردة استقنف تدريباته يوم الحد بعد نهاية الراحل تمت يامل كان موسيماني منحها للعابين وشهد المران عودة أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا هلتوا عارفين كان عنده نفس المشكلة بتاع بدر بنون تبعات فيروس كورونا كان عنده شوية مشاكل صحية رجع المران النهاردة لأول مرة منذ غيابه بسبب فيروس كورونا زي ما أعطت الحالاتكم بدأ كوكا مرحلة جديدة في برنامجه التأهيل بالجري حول الملعب وتدريبات في صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي كمان من تدريب النادي الأهلي محمد هاني وبرستاو شاركه في التدريبات وده بعد تعافي هاني من إصابة في العضلة الضمة وتعافي تاو من كدمة في الرجبة تعرض لها خلال مباراة المريخ السوداني وعلى هامش التمرين أيضا صراح محسن عمل أشعة جديدة اللي اتمنى على حالته والتعرف على نسبة شفاءه من الإصابة التي تعرض لها في مشطقة القدم لبعدته عن المشاركة مع الفريق خضع صراح محسن لبرنامج علاجي ويقول ده الآن مرحلة جديدة من التأهيل لتجيزه للعودة مرة أخرى للمباراة